وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إنهاء أعمال كبري تقاطع منطقة زهراء المعادي مع الأوتوستراد وذلك قبيل حلول شهر رمضان المعظم جاء ذلك خلال جولة تفقدية للرئيس السيسي تضمنت عددا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة منطقة المعادي بمناطق أحياء الشرق القاهرة والتجمع مرورا بالكبار الجديدة على الطريق الدائري ومحور الشهيد وصولا للقاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمي وقد حرس السيد الرئيس على التوقف أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين والمسؤولين في مواقع العمل المختلفة بشأن تفاصيل الخطوات التنفيذية الجارية خاصة على كبري تقاطع منطقة زهراء المعادي مع الأوتوستراد موجها سيادته بسرعة انتهاء الأعمال قبيل حلول شهر رمضان المعظم المنطقة التي نحن فيها تم حفر أكثر من 200 ألف متر في طربة صخرية باستخدام المعدات الميكانيكية لتجنب النسف بوجود منطقة سكنية وتم مرات مؤترة من 350 ألف متر مقعب باستخدام أعلى معايير الجودة طيب احنا خلص انتهاء ان شاء الله خلال شهر التلاتية يعني قبل رمضان ان شاء الله ان شاء الله خلصنا اللبات وكل شيء والربات بجميع العمل التكمليم حتى ابتداء الامر الصناعي خلص خلص يعني كده حيبا انتهاء تبعا ان شاء الله فانيانو تتربع فيه هل انتم شايفين فيه حاجة تانية ممكن تيسر للمنطقة هنا لدى حركة بتاعته ممكن نعملها التقاطع ده يا فانيان كان دايما مستحن لان الاصطراء الطريق رئيسي مع دخنة زهراء المعادي وحي المعادي فاحنا دلوقتي يا فانيان قدرنا نحرر الحركة تماما طيب انا باتكلم بقى على المنطقة دي كلها تمام ست هل في حدة او في حركة تانية محتاجة مننا نوسع المحاول نزود حرر لحرسين او نزود كباري نحرر لحركة فيها بيس ان الحركة انت كده انا بكلم حركة العمودية اللي عليك تماما على كل حاجة انا بقول لك الكلام ده عشان لو كان ده مجال انك انتم تفكروا فيه تفكروا ندريسة فانيانو يتم العرض على بس حاجة تانية شكرا المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بان الجولة التفقدية للسيد الرئيس تضمنت عددا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى وقد حرس السيد الرئيس على التوقف اثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين والمسؤولين في مواقع العمل المختلفة بشأن تفاصيل الخطوات التنفيذية الجارية محور حصابيات القرى بيبدأ من صناية الأمر الصناعي مرورا بتقطعه مع محور الاصطراط ومرورا بمنطقة زهراء المعادي ويتقاطع مع محور الطريق الدائري على الكبرى لساتك مش عرفنا عليه فن وبينتهي عند نفق الأصمارات الفنية المحور هذا الفنية بيأخذ القادم من مناطق جنوب القاهرة والقادم من حلوان وطريق السيد الحر ويربطوا مع شرق القاهرة في اتجاه العاصمة الإدارية عن طريقة محاور فنية المحور الأول محور الدكتورة ساميرا موسى المحور ده بفن بيبدأ من نفق الأصمارات ويتقاطع مع محور الشهيد ومحور المشير محمد علي فاهمي ومحور اللواء عمر سليمان ومحور المشير طنطوي حتى شارع جمال محمد علي ومن القادم من الجنوب لمناطق شرق القاهرة ومناطق العاصمة الإدارية عن طريق محور اللواء عمر سليمان اللي بتقاطع مع محور محمد علي فاهمي ومحور الدكتورة ساميرا موسى وكذلك بين القادم من الجنوب المناطق دي عن طريق محور المشير طنطوي الطريق ده يا فنن برضو بيربط القادم من الجنوب بمناطق شرق القاهرة وطريق السويس ووصولاً لمطار القاهرة الدولي عن طريق محور شينزو أبي مروراً بمنطقة مدينة نصر ومدينة العمل كذلك يا فنن من المحور ده بيربط ما بين مناطق الجنوب ومناطق شرق القاهرة وغربها عن طريق محور امتدال المشير ومحور جهان السادات يبقى كده يا فنن من المحور ده نقدر نقول ان هو بيربط مناطق الجنوب بالكامل القادم من حلوان ومناطق الجنوب القاهرة ده المحور رقم تمانية ان احنا قلنا المحور بتاع طريق السويس نفسه ده محور يربط الشرق بالغرب ويربط شرق القاهرة وامتدادها لغاية التجمع ولغاية السويس ولغاية العاصمة الجديدة بالمودة اللي موجودة عليها صح كده؟ ثم عندي بعد كده محور او كبري سامير غالب وده بياخدني من شينزو أبي ويكملي لغاية التجمع الاول صح كده؟ ما انا عايز اقوله هنا ايه ان احنا مش بنقول للناس ان احنا ربطنا بس كده احنا عملنا تعدد وتنوع في وسائل الانتقال من الشرق الشرق القاهرة بشكل مريح جدا جدا بحيث ان انا قربت قربت بخليتش الناس النهاردة وهي بتتحرك من من وسط القاهرة مثلا في اتجاه الشرق القاهرة ما يبقاش عنده غير مثلا مثلا محور السويس او مثلا محور المسير التنطاو لا انا عملت فريال اشرف عملت عمر سليمان قديم احور تاري مش كده عملت حسبالو الكفراوي اللي احنا نتكلم عليه اذا انا مش فكرة ان انا انا بقوله هنا مش عشانك انتوا اللي عمليينو لكن انا بقوله عشان الناس ايه يبقى عارفة احنا ليه عملنا كده عملنا محاور كتير ليه عشان اوزع حجم وكسافة العربات الكتير قوي اللي كانت قربت السويباش عالالة في المنطقة دية ويبقى النهاردة الناس عندها اكتر من من مصار حركة يخدم على كل واحد تبقى لاقرب نقطة ليه اقرب حاجة للسكن بتاعه او للعمل بتاعه ادي نقطة واحنا شغالين بعد كده في الغرب طبعا بنفس الطريقة يعني احنا شغالين في الغرب عشان نعمل شبكة طرق اخرى لغرب الغرب النيل يبقى وغرب القاهرة انشأت انت تسموه كده انتوا هنا المفروض هتعملوا حاجة توصلكوا لغاية صلاح ساني من فوق النفق هنطلع على الوصلة المقطة على الجبل وانه يوصل لغاية نعد المقطة نفسه ايوه ونوصل به لغاية صلاح ساني تي كوبرة يتعمل في الصينية فندم عن شرعة اسم امتى معدنا لسه فندم سيادتك عيننا مبارح انتوا في التصميمات وكلام لكن انتوا قدامكوا بعد التصميمات وصلكوا ثلاث شهور كتير؟ ان شاء الله مش كتير كتير بيفرج عليهم؟ اه طبعا بيوفر لهم مقول؟ طبعا مش كده؟ طبعا طيب انت عايز تقوليني ايه؟ بننفذة فندم الاعمال الصناعية على المحاوة الرباسية لتحرير القطعات فندم على المحاوة محور سيادتك حصاب الله الكفراوي احنا نفذنا عليها فندم ستة كبري ونفق تم تنفيذ كبري اعلى الاسترادة فندم وده بيحقق ربط كامل مع طريق الاستراد ثم تم تنفيذ فندم ثلاث اعمال صناعية نفق واثنين كبري لتحرير الحركة مع الطرق الداخلية بمنطقة زهراء المعايدة فندم ثم تم تنفيذ كبري اللي هو حصاب الله الكفراوي اللي سيادتك مشرفنا عليها فندم اعلى الطريق الدائري لربط المحور بالطريق الدائري وسيادتك تم تنفيذ نفق الاصمرات لتحرير الحركة مع المتجهة فندم لمحور الدكتورة سميرة موسى ومحور عمر سليمان ومناطق المؤطم سيادتك محور الدكتورة سميرة موسى فندم ده عليه اربع كبار يا فندم في كبري بيحرر الحركة مع محور الشهيد وده بالفعل يا فندم منفذ وجاري العمل بتلات كباري بتحرير الحركة مع محور المشير محمد علي فاهمي ومحور عمر سليمان ومحور المشير طنطوض وسيادتك كبري اللي على محور المشير طنطوض ده يا فندم يعني هيوصل ارتفاعه لحد اكتر من خمسة عشرين متر وهيعدي اعلى المونوريل وتم التنسيم على هيا القومية للانفاة فندم اللي عند المنارة اللي عند المنارة سيادتك تماما وفي سيادتك محور عمر سليمان فندم اتنفذ وسيادتك محور الدكتورة ساميرة موسى فندم هيوصل لحد شارع جمال محمد علي لحد كبري البطلة في ريالة فندم اعلى طريق دائري وبقى احنا كده ربطنا المحور بمناطق الطاهرة الجديدة ومنها للعاصمة الادرائية يعني انت عملت محور موازي للدائري بالضبط فندم وده نحن هزلول للناس ان احنا مش هنكتفي بس بالدائري ممكن نتحرك عليه الناس اللي متحركة ممكن تبع داخلها تعدي الكبري دائية وتمشي موازي لطريق الدائري دون المرور بالطريق الدائري فندم في سيادتك محور عمر سليمان فندم ده متنفذ فندم بالفعل ومتنفذ عليه ثلاث اعمال صنعية شو ده اخر محور وفريال اشرف وعمر سليمان والمشير تنطاوي ده اخر حبي ده اخر محور ده اخر محور ده سيادتك مشاركنا عليه سيادتك برضو محور عمر سليمان فندم بيربط كده فندم محور حساب الله الكفراوي مربوط بمحور عمر سليمان محور عمر سليمان فندم متنفذ عليه ثلاث اعمال صناعية عشان نحرر الحركة فندم مع محور الشهيد ومحور احنا ممكن نقول للناس ان المحور ده بالكامل متحرر متحرر الحركة عليها بحيث ان هي مبقيتش في اي اعاقة وهو ماشي على الطريق يلاقي حد تقطعات او كلام وانت هتعمله الكوبري مش كده محمد الكوبري اللي هو عند بدخل الاسمرات مش كده مش كده عشان تدخلني على هنا مستريح بعيدة عن اللقاء مش كده برضو انتو اللي هتعملوه سيادتك محور محور شنزو ابي علي يا فندم خمستاشر عمل صناعي اثناشر فندم بالفعل تم تنفيذهم وجاري تنفيذ ثلاث اعمال صناعية فندم عملين عند منطقة جردينيا يعني اكاد يكون انتهينا منهم والمحور اللي بحرر حركة فندم مع الكوبري اللي بحرر حركة مع محور الشهيد علشان سيادتك ما نخلقش تقاطع مع محور الشهيد مع محور المشير مع محور الشنزو ابي وده سيادتك يعني يوصلين نسبة تنفيذ خمسين في المئة وفيه سيادتك برضو فندم من ضمن يعني على رمضان يكون خلصان تمام سيادتك شكرين احنا معنا في رمضان شكرين سلام عليكم شكرا